في سؤال من أسئلة التي وردت لنا على الاسم اس يعني الإحسان والحياة ما الفرق بينهما الإحسان هو أحد أجزاء الدين الأساسية كما ورد في حديث الإسلام والإيمان والإحسان فلما سئ النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر ثم قال سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله ثم سئل عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فهو أحد مقامات الدين التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها عندما سأله سيدنا جبريل عن هذه المقامات وقالوا قال العلماء وعلى مدار الإسلام تقوم أو على مقام الإسلام تدور علوم الفقه وأصوله اللي احنا أنشأنا لكلية الشريعة وعلى مقام الإيماني تدور علوم أصول الدين اللي هي كلية أصول الدين وعلى مدار الإحسان تدور علوم التصوف اللي احنا ما أنشأنا لهاش لسه كلية لكن على كل حال هي بتدرس ضمن مواد العقيدة والفلسفة الإسلامية في الأزهر طبعا اللي هو السلوك فده الإحسان كجزء لكن الحياء هو أحد المقامات اللي احنا كلمنا عنها في الطريق إلى الله تعالى الحياء كسلوك وكمقام اللي هو الحياء من الله تعالى وقلنا له درجات فبالتاله أحد المقامات لأنه إن لم تستحي ففعل ما شئ وآخر ما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي ففعل ما شئ فالحياء ناجم عن قرب من الله تعالى وهو أحد مقامات الإحسان طبعا لأنه هو بيستحي ليه كلما رأى كلما عاينه كلما اقترب يوم يستحي من اللي قدامه يوم يختشي